السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبة وطالبات الصف الثاني السنوي النهاردة ان شاء الله هنبتدي يونت 6 الوحدة الستة كتاب المعاصر التعلم من الأخطاء هيكون النهاردة بارت 1 الجزء الأول على الكلمات والقراءة هنحل الكلمات والقراءة وان شاء الله بارت 2 هنشرح الجرامر ونحل حالة F طبعا وهنحل عليهم ان شاء الله في بارت 2 يعني ان شاء الله الوحدة الستة هتكون موجودة على 2 parts على جزئين بدايتنا هتكون بيش 293 وليد doesn't have any friends here ما عندوش اي اصدقاء هنا that's why he feels all وذلك هو يشعر انه apparently يعني من الواضح او بوضوح alone وحيدا sadly بحزن completely تماما طبعا feels alone علي usually my comments he never replied to them التعليقات بتاعته عمره ما بيرد عليها ignores يتجاهل upset مضطرب او منذك traits يتعامل fire زيوت الاقنار او متفاق طبعا ignores يعني بيتجاهل ان هو يرد على الكومنت بتاعته حسن's words made us all leave the meeting خليتنا نسيب الاجتماع generous يعني القرم بتاعه kind يعني طيب warm يعني دافئ unfriendly يعني كلماته اللي هي غير ودودة خليتنا نتدايق ونسيب الاجتماع ashrafs as a teacher makes him very successful خليته ناجح he has a natural ability عنده قدرة طبيعية to teach children ان هو يعلم الاطفال ashrafs renian اللي هو جمع الشمل او لم الشمل tone نغمة او نبرة الصوت gift يعني الموهبة gift اللي هي اكتر من معنى هدية ومنحة وموهبة regret يعني ندم طبعا الموهبة بتاعته it's that a child makes mistakes بيرتكب اخطاء it's a mean رئيسي logical منطقي disappointed يعني شيء محبط فوقي يعني ضبابي طبعا من المنطقي او من الطبيعي ان الطفل يرتكب اخطاء i him to give me to more days than you mean to pay back his money ارجح فلوسه pile يعني كوم او يلم big يتوسل forgive يعني يسامح let يعني يدع يبقى انا يتوسل الى big don't expect لا تتوقع from someone من شخص that is not to donate any money ان هو يتبرع ما تستناش من النقط انه يتبرع من المين الرئيسي فوقي ضبابي جينرس الكريم مين ما تستناش من البخيل he is not with his money هو نقط على امواله the poor like him very much الفقراء بيحبه جينرس كريم سك مريض وار مدافق i am friend لغيد ودود طبعا جينرس when my mother didn't find out that i had broken the vase لما ما معرفتش ان انا قصرت الفاز i not in relieve طبعا انا نقط side تنهد شعور الراحة مين تيقصد fire يطلق fire يكوم طبعا side in relieve يعني تنهد وانا كده مستريح i don't know what time i'll have checked that of students is in front of me ما كنتش عارف الوقت او انا كنت لقى عارف what time الوقت اللي انا هفحص فيها واتأكد من not of students is المقالات يبقى من المجموعة المقالات اللي موجودة قدام بتاعت الطلبة عمري ما هنسى الفوز بالميدالية الزهبية happy عمري ما هنسى ذلك attention اهتمام memory زاكرة donation تبرة relationship علاقة طبعا winning the gold medal is a happy memory زاكرة جيدة ليا everything you want to well that's clear to everyone وده واضح لكل الناس apparently من الواضح alone وحيدا سادلي بحزن unlikely سوء الحظ استخدام اشياء من غير اشياء تجاهل ازعاج يتعامل يطلق طبعا upsets here يعني ضيقها مام بتهتم بال family رينين جمع الشم نغمة صوت تفريق ندم طبعا رينين بعد كده هنا بيقول مشكلة الاسكان طبعا هو المين الاهتمام الرئيس الوحيد المحبط فوج الضباب طبعا هو المين احنا مش اصدقاء علاقة موظف بعمال علاقة تعاون أهم بالنسبة بزنس من الشغل مقدر اشتغل من غيرك قائد مساعد تغذية رجاح صداقتنا أهم من الشغل هي فيضان او تفيد هي تفيد بالمشاعر على المشاعر محبطة مريضة ومدافئة لغير ودودة طبعا نقط 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 نحن عارفين ان هي كانت محتاجة لها بطريقة سيئة حسن الحظ وحيدا سادلي لسوق الحظ طبعا هي رفضت مساعدتنا وكان من المحزن ان هي عملت كده خدنا خدنا كلنا البرك ستر حتى اخت لسه بيبي ستر including بما فيهم inviting يد وفير يطلق extracting يستخلص ندم يبقى ندمك ملوش لازمة خطير من الخطر جدا ان انت تقود على طريق مين رئيسي لوجيكال منطقي محبط فوقي ضوابي المؤسسات الخيرية بتعتمد بطريقة رئيسية على نوع من الناس الكريمة التاكس حجوم ذاكرة ثاني اراها ثاني طبعا بيعتمد على الايه على التبرعات اللي هي جاية لهم من الناس التعريفات يعني حاجة تخلينا ان احنا نعمل ايه نتذكر عندي اول واحدة يفقد التواصل يبقى على اتصال معه يعني يفضل مستمر في الكلام مع حد يعني يعني يتذكر انتو معناها هيألف او يستمتع او يندمج طبعا يبقى انت كده بتستعيد الزكريات يبقى يتخانق مع حد يعني انت تكون ودود مع حد يعني يحسن التعامل مع حد قلنا يألف قلنا طبعا يحسن التعامل يدخل طبعا هنا عندنا يحسن يحسن التعامل معه بعد كده اخر جملة هنا بيقول هي تسأل عن شيء ما بطريقة تباين انت عايزها جدا اجنور يتجاهل منزعج ندم يعني انت كده بتتوسل بعد كده هنا بيقول يعني يعاشر او يألف يحسن التعامل يدخل يتشجر طبعا تبقى على اتصال مع يفقد الاتصال يبقى على اتصال يعني يسترجع يعني يدخل ا ا مجموعة اشياء بتحط على بعض ا تتش يلمس يكويم او كومة يتناهد اللي هو التوسل طبعا توقف الاتصال مع احد طبعا يفقد الاتصال يتواصل يستعيد انت يدخل تتش بعد كده بيقول بيبا 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 لا ترداش تدي حاجة لحد مين بخيل بيگر يعني شحاز لوجيكال يعني منطقة دس او محبض طبعا مين بيبا بيبا انت تعبان حزين او محبض يلمس باي اللي يكون صي يتنهد بجريء اللي هو التساول طبعا صي بعد كده انا بيقول اي اباد دريم لاست نايت انا كان عندي حلم سي هاد باد دريم وانت جيب بيت طبعا هاد ز سو من فرندس لاصدقال كتير يو هف ناد يكون صدقات اسمها طبعا انت محتاج ان انت تعير اهتمام بتاخد يعني يهتم بي احنا نقدر نقول ان حد يصبح غطبان هاد طبعا يعني يغضب كلمة الناس اللي هم في حاجة للتبرعات طبعا اللي محتاج التبرع بعد كده بيقول محدش بيحب انه يتم التجاهل بتاعه ويشور بالتجاهل طبعا فيل اجنور لما بيهده ويرتكب خطأ يعني ميكا مستيك بس هو هنا بيقول ايه هو بيشوف اخطاء ولما بيهده يبقى سيد يطلق النار طبعا فاير اي 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 امت متأخر سو اي ذا سكول باس اليوتوبيس المدرس بي مست فلت هد يفوت يعني مست بعد ما خلص التقرير ارجع البيتي ب i will go home بيخليه يشعر بالوحدة الصفة alone هي مضاد عكس كلمة alone هنا بيقول لي loved unwanted lonely بيوسي مع بعض unwanted ولولي طبعا هو هنا عكس كلمة alone اللي هي وحيدا لما يكون حد منعزل خالص يبقى محبوب اللي هي loved i feel so alone in my new school this means i feel انا اشعر alone يبقى unwanted lonely بيوسي طبعا اللي تليل مع بعض ان انا مش مرغوب فيها وان انا وحيد it's difficult to touch a mean person ان هذا الانسان البخيل والdonate anything يتبرع بحاجة in this sentence mean كلمة mean gives that of generous كلمة mean علاقتها generous synonym acronym anthonym بيوسي طبعا العلاقة هنا فيها تضاد واحد بخيل واحد كريم what you say seemed logical to me اللي انت قلتوا يبدو منطقا بالنسبة this means i find it ده معناه ان it irrational غير عقلاني rational عقلاني logical غير منطقي incredible لا يصدق طبعا ده شيء rational يعني عقلاني he is apparently kind هو طيب this means i am he is really kind apparently يعني من الواضح ان هو طيب ده معناه ان انا sure i am sure i am certain اتنين معناها متأكد not sure مش متأكد قوي against it طبعا not sure number six بيقول i was disappointed انا كنت محبط by her reaction ب رد الفعل التح this means her reaction شك لم يصدم طبعا معناه ان انا كنت محبط برد فعل لها يعني انا ما كنت سعيد ولا كنت راضي باللي هي عملته هي لا يهتم بي يتجاهلني يعني يتجاهل عايزين هنا معنى كلمة تدي معنى isolated يعني في عزلة لفظ محبوب alone وحيد wanted مروف فيه طبعا alone to say isolated بعد كده انا بيقول ل i forgot the door this means i didn't close and ان اغلق الباب to close closing يعني عفل طبعا to close ان اغلق after leaving school بعد ترك المدرسة try hard to in contact with your schoolmate زميل الدراسة يبقى على اتصال مع هنا مديني make keep pay take طبعا keep in contact with or keep in touch with it's waste of time arguing such a fool مع هذا الاحماك الجدل مع يتجدل مع argue with take this mobile a gift for me to you كهدية يبقى as a gift miss amira thank us our hard work يشكر على بتاخد حرف الجار for i saw naga in the party i saw hana وشفت hana بالاضافة لذلك to as well either الاثنين دولار يجبوا في الاخر معناهم ايضا d a b he picked up his keys and ran هو التقت المفاتيح ran for into of buy طبعا جير بسرعة يبقى ينطلق اسمها ran of according نوع experts الخبراء gold price اسعار زه raise again هترتفع ثاني تبقى اللي اسم according to he got playing it he started to enjoy it بدأ يستمتع اسمها got into معناها بدأ يستمتع it was when i was 16 that i started to not interest in watching football matches on tv اللي هو السن اللي انا بدأت يظهر اهتمام اسمها start to تبقى ايه طبعا take interest started to take يعني انا بدأت اهتم بال football matches on tv معناها يظهر اهتمام take interest معناها يظهر اهتمام بشيء معين بعد كده هنا بيقول he doesn't like to spend money out of بسبب meaningful زو معنى meaning بلا معنى مين بخير من البخل نفسه بسبب البخل what and what story تهزا يوسف المور اللي ها مغزة رائعية لها من قصة meaningful زا تماغزة meaning بلا معنى mean mean is طبعا meaningful what you say is لانت قلت to me i don't understand that ما فهم to meaningful meaningless بلا معنى mean minus البخل yesterday i my elder brother اخويا الكبير to help me understand the mess listen عشان افهم درس المس big big bigger متسول bigary اللي هو الفقر الشديد طبعا انا توسلت عشان انا مش عايز فلوس انا مش متسول مشكلة كبيرة في معظم الدول الفقيرة يتوسل الماضي منها متسول اللي هو الفقر المطقع او الفقر الشديد انا احد الموظفين يوظف موظفين صاحب العمل الفعل برضو اتمنى ان النقط يدعم صاحب العمل الفعل باضافة اس اللي هو يوظف بعد كده انا بيقول الانسان الاجتماعي حتى لو مش بيحبهم المفروض انه يحصل التعامل مع فين يحصل التعامل بقى يعني يتأقلم يعني يحسن التعامل مع احنا اخدناها قلنا انه يتشاجر يتخانق يتشاجر مع احد او يتساقط يقع يعني ودي يتشاجر هنحتاجون كلهم دلوعد بعض الموظفين في العمل الجديد بتاعي يساعدون ان انا اتأقلم اللي هي كلمة هنا عندي هنا عندي 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 يحصل التعامل يتشاجر يبقى بعد كده بيقول لي ما بقيناش نتكلم مع بعض يعني تشاجر نتأقلم يحسن التعامل يسكت يعني يتشاجر لما تكون برا مع شخص ما فيش هنا شخص يبقى على اتصال يفقد الاتصال برضو ما يتصل مع احد لما كنت اتمنى ان انا ما فقدش التواصل معك لوس تتش طبعا لوس تتش وز عشان هنا في مفاول بعد كده يقول لي هما بيقدوا معظم الوقت مع بعض يقضي وقت مع اسمع لما يعني يقضي وقتا كبيرا مع لا يقضي وقت ابلت اعتذارها جديدة وهي بدأت انها تنخرط في العمل اللي هي get into وبعد كده هنا عندي get on يتأخلم fall out with اللي هي تشاجر اي و سي مع بعض لا طبعا هتبقى اول واحدة بس اللي هي get into ضغل احمر شغال مش هينفع مش مسموح لبالايه بالدخول هنا اول واحدة هنا طبعا طبعا تبقى لان معناها خاصة على طول يجي بعدها مكان بعد كده انا بيولي لما شوف صورة جدتي حكايات يبقى الواحد بيسترجع الزكرة بقى gets into gets up brings back hangs out طبعا يعني يعيد اه تذكر وبكده نكون وصلنا لنهاية بارت وان انتظرونا ان شاء الله غدا بارت تو الجزء التاني هنشرح ونحل الجزء في الوحدة الاخيرة وبعد كده ان شاء الله هنبدأ المراجعة الناية على احداث المواصفات مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته